تنص المادة التاسعة والسبعون من دستور الدولة أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير في مقترح نواب المقدم مؤخرا بمبادرة من نائب محمد هايف تصبح المادة وفقا لمقترحهم لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية اقتراح جوبها بغضبة نيابية أي شيء أنا أقول أحط على ورقي يعني صار واقع واقع لما يصوت عليه ولم يوافق عليه صاحب السمو هذا الواقع هذا خيال الآن اللي قاعد يتكلمون فيه المنطق يقول أن هذه دولة مدنية مهمة دولة دينية فإذا تحولينها إلى دولة فقهاء ونهاية يسود الفقه الأكثر اتباعا قلوا لنا نهاجر وقد يقول الطرف الآخر ما المانع إذا كانت القوانين توافق الشريعة الإسلامية مانع كبير وهذه الدولة دولة مدنية من حولتها إلى دولة دينية رح ندخل فيه جدال أي دين الإسلامي أي مذهب الأغلبية السنية ماشي من من المفقها يفتين من من يفسر النص الديني وندخل فيها للإشكالية الكويت دولة مدنية الطروحات هذه يعني هذه أراءة نحترمها ولكن ما راح يكون لها أي نوع من قضية أسلمة القوانين وبالتالي نحن في مجتمع محافظ والحمد لله رب العالمين يعني الترجمة الحقيقية للإسلام هو السلوك ونعتقد القانون هذا ما راح يمشي وبالتالي الوضع الدستوري واضح وصريح دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع هو نص يحمل فيه المشارع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية نتحدث عن نص المادة الثانية من الدستور في المادة الثانية عشر تأكيد على ضرورة وجوب صون التراث الإسلامي والعربي في المادة الثامنة عشر تأكيد على أن المراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية فلماذا بعد كل هذه النصوص الدستورية يتقدم النواب بمقترح لتعديل المادة التاسعة والسبعين نحن نعتقد أن الشريعة الإسلامية منذ التحرير كان فيه لجنة لاستكمال تطبيق كامل الشريعة ومشت بخطوات معقولة في البداية الآن نجد فيه جمود مادة 79 ما تتحدث عن القائم قوانين القائمة مادة 79 تتحدث عن القادم أن أي تشريع قانوني يجب أن لا يخالف حكام الشريعة الإسلامية عملياً المجالس والبرلمانات الكويتية ما شيء على هذا الأمر حتى بدون التعديل يعني هنا دائماً كل قانون نقدمه الراجعة من وجهة نظر شرعية فهما رح يفرق كثير لكن أيضاً رح يجعلها مادة دستورية وهي رتبة أقوى في النهاية هذه صلاحياتنا نحترم طبعاً ونقدر رأي سمو الأمير في أي توجه كان يذكر أنه عام 2012 تقدم عدد من النواب باقتراح برلماني لتعديل المادة التاسعة والسبعين من الدستور غير أن هذا الاقتراح قوبل بمذكرة وافية وجهها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أكد فيها حينها إن الأخذى بالمقترح من شأنه أن يثير الخلفات السياسية والفتن الطائفية المذهبية ويهدد الوحدة الوطنية رباب الدعح الرأي